وفق مجلس الوزراء على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر يأتي ذلك تنفيذا لتكلفة رئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعمة وكذلك تسعيره وذلك في إطار حرص الدولة على تصدي لزيادات غير المبررة في أسعاره ومن جهة أخرى وتنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي للموسم الحالي من خلال حافز إضافي وفق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقلة بقيمة 65 جنيها ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا